تجميد حساب؟ حساب مجمد للاشتباه في غسيل أموال؟ ما العمل؟ لديك معاملة هامة عاجلة والمصرفي السويسري الخاص بك يرفض تنفيذ معاملتك يأتيك باستمرار بأسئلة جديدة ودائما يسألك عن المزيد من الوثائق إنك لا تفقد الوقت فقط بل تفقد أيضا سمعتك مع شركاء عملك الآن يشرح لك المصرفي بأنه تم تجميد حسابك المصرفي في البنك السويسري الخاص بك بسبب نشاط مشبوه متعلق بغسيل الأموال إنها كارثة أنا أوضح لك ما يمكنك القيام به في مثل هذه الحالة لتجنب المزيد من الضرر على الرغم من كل العقبات نهاركم سعيد اسمي إنزو كابوتو من سويسبانكينجلوييرز.com عميل روسي لديه أعمال تجارية دولية أدر حسابات مصرفية سويسرية وشركات أوفشور من سويسرا بعض الوثائق الهمة مكتوبة باللغة الروسية وفي البنك ليس لدى أحد معرفة بالروسية بصرف النظر عن مساعداته الروسية الجميلات وبالإضافة إلى ذلك فإن القسم القانوني في البنك لا يفهم الخلفية الاقتصادية للمعاملة لأنها غير مألوفة في هذا النوع من النشاط التجاري نظرا لقوانين مكفحة غسيل الأموال السويسرية يجب أن تكون الخلفية الاقتصادية للنشاط التجاري مفهومة باستخدام وثائق لطرف ثالث غير مشارك طرف ثالث محايد مثل مدقيق الحسابات يجب أن يكون قادرا على فهم الصفقة وعلاقاتها فقط من خلال الإطلاع على الوثائق دون الحاجة لمزيد من التوضية هذا هو القانون هنا نصيحة مهمة جدا يجب جامع الوثائق وإتاحتها للبنك قبل إجراء النشاط وليس بعده على أي حال في حال تجميد الحساب أتصل أنا بالبنك فورا وأوضح مع مسؤول القسم القانوني ما حدث مباشرة لأقيم الوضع الحالي ومع ذلك فإن محامين آخرين غالبا ما يفقدون وقتا ثمينا ويكتبون الرسائل طولها كيلومتر في مثل هذه الحالة عامل الوقت هو الحاسم الحاسم هنا بحيث يمكنه أن يحدث فرقا ما إذا كان الحساب سيصبح بعد ثلاثة أيام نشطا مرة أخرى أما أنه سيبقى مجمدا لسنتين قادمتين يقع مكتبي في قلب مدينة زيوريخ وتحيط به البنوك الأكثر نفوذا في العالم أنا أمسك الهاتف على الفور بيدي وأتصل مباشرة بالبنك لترتيب موعد مع مصرفي تنفيذي سويا مع العميل ننشئ مخططا لحركة الأموال نوضح سيناريو العمل مع مذكرة صغيرة وعلى الفور نكون قد أوصلنا الفكرة المطلوبة بوضوح للبنك يتم ترجمة العقود الرئيسية إلى اللغة الإنجليزية نحن نرسل المعلومات المجهزة والقابلة للتحقق عن المعاملات نقدم ملخصا للتدفقات النقدية في العلاقات المصنفة بوضوح يتم تفعيل الحساب مرة أخرى على الفور ويتم تنفيذ المعاملات المصرفية بسلاسة نحن سريعون ونجد لك قناة الاتصال المباشرة مع مركز صناعة القرار إذا كنت تعمل على سبيل المثال في الأعمال التجارية فمن المستحسن العمل مع أحد البنوك المتخصصة في التمويل التجاري يجب عليك العمل دائما فقط مع البنك الذي على دراية بمجالك البنك ليس دائما بنك ما لا يعرفه الكثيرون فإن البنوك لديها أولويات عمل مختلفة اعتمادا على احتياجات العملاء يكون اختيار البنك الصحيح حاسما في النجاح والفشل هل أنت متأكد بأنك تتعامل مع المصرف المثالي لعملك؟ أو أنك تبحث عن الحل الأمثل والمناسب؟ ارفع سماعة الهاتف وطلب 0041-4444-212-4404 بالنسبة للبنك المناسب الوقت ليس دائما مبكر وإنما في كثير من الأحيان يكون الأوان قد فات كن ثريا وابق ثريا أتمنى لكم يوما جميلا ترجمة نانسي قنقر